وبخصوص تحركات ومواقف البوليساريو يؤكد دينيس روس أن ذلك يتوقف على ما تقرره الجزائر ويعود وقف اطلاق النار في الصحراء إلى عام 1991 ومع ذلك لم يتم التواصل إلى حل منذ ذلك الحين ومؤخرا أعلنت جبهة البوليساريو عدم التزامها بقرار وقف اطلاق النار وأتوقف ما ستفعله على ما ستقرره الجزائر وحاليا تبدو الجزائر منشاغلة تماما بمشاكلها الداخلية ومن الصعب أن نرى الجزائر تقوم بدور النشط في مساندة البوليساريو بطريقة تسمح لها بخلق وضع مختلف وذلك يستحق المراقبة ولكن ما نراه حاليا هو بعض الطنطن الصاخبة من الجزائر دون أن نرى أي شيء يتخطى الخطابة